للمزيد معنا من القدس مرأسلنا عبدالقادر عبدالحليم عبدالقادر ماذا تبين حتى الآن من معلومات لما يقول الإعلام الإسرائيلي حتى الآن أنه استهداف للقيادي في حزب الله ها شمصة في الدين صحيح المعلومات المتنقلة حتى اللحظة هي محصورة فقط على المصادر الإسرائيلية دون رواية رسمية من حزب الله ودون حتى رواية رسمية من الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة بالتالي نتحدث عن أنباء متداولة عبر مواقع إسرائيلية مختلفة وسائل إعلامية إسرائيلية مختلفة أكدت أولا نقلا عن مصادر إسرائيلية أن الشخصية المستهدفة هو هاشم صفي الدين وهو رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله والشخصية المرشحة لتولي لخلافة الأمين العام لحزب الله في أمانة الحزب العامة ولكن أيضا بعض المصادر الأمنية تذكر الآن أن القنابل التي استخدمت في هذا التفجير أو في هذه الاستهدافات هي قنابل خارقة للتحصينات هي قنابل تستطيع استهداف أهداف تحت الأرض تشبه إلى حد كبير تلك التي استخدمت في اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أشارت أيضا المصادر في حديث إلى نيويورك تايمز إلى أن الاستهداف لم يكن لهاشم صفي الدين لوحده إنما استهدف ما تقول الصحيفة أو ما تقول مصادر أنه اجتماعا لعدد من قادة حزب الله في مركز محصن في منطقة محصنة تحت الأرض في عمق كبير تحت الأرض في الضحية الجنوبية أكسيوس وموقع والله كان قد أشار إلى أن نتائج الغارة حتى اللحظة ونتائج الهجمات غير واضحة بانتظار أن تتأكد ربما من الجانب الإسرائيلي لهذه المواقع أو من قبل مصادر إسرائيلية ولكن الصورة العامة لنلخص المشهد العام نتحدث عن محاولة اغتيال جديدة في قلب الضحية الجنوبية مجددا باستخدام قنابل من زنة طن كما كان في اغتيال الأمين العام لحزب الله مجددا هذه المرة في حي الليلة لكن في ذات المنطقة في الضحية الجنوبية وهي معقل حزب الله الأساس في لبنان المصادر الإسرائيلية تحدثت عن أن محاولة الاغتيال استهدفت هاشب صفي الدين وهو من روجت إسرائيل خلال الأيام الماضية لأنه المرشح الأبرز لخلافة الأمين العام لحزب الله النتائج غير حاسمة غير واضحة وكل هذه الروايات هي مبنية على مصادر إسرائيلية تحدثت إلى وسائل إعلام إسرائيلية دون حديث رسمي لا من قبل الجيش الإسرائيلي ولا من قبل حزب الله حتى هذه اللحظة